موسيقى أهلا وسهلا بحضراتك وحلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل يمكن في حلقتنا نحن دايما بنركز على الشباب والأفكار والمبادرات اللي هما بيشتغلوا عليها لكن في حلقة النهاردة فكرنا أننا ناخدكم في رحلة تانية وهي الأجواء الخاصة بتنظيم المسابقات وخاصة لما بيبقى وراء المسابقة دي مجهود طلابي في حلقة النهاردة بيساعدنا يكون معينا المهندس عبد الرحمن وهو أهلا بحضرتك وهو طالب ببي كلية الهندسة جامعة حلوانا هياخدنا في كواليس مسابقة أقيمت وهي اسمها سومو روبوت وكان التنظيم كله من قبل الطلاب هو هيكلمنا أكتر على التفاصيل المتعلقة بتنظيم المسابقات ويكلمنا على المعايير كمان اللي بيحطوها في المسابقات دي أهلا بحضرتك يعني احنا دائما ما بنتكلم عن المسابقات نتكلم عن الفيزين بس قرية الأول ما بنتكلم عن موضوع التنظيم وبنعرف إيه اللي بيحصل باكستيج أو ما وراء الكواليس فاحنا حابين نتكلم أكتر عليكو أنتو كتيم لو تعرفنا أنتو من الفريق التنظيمي وراء مسابقة سومو روبوت طيان احنا في البداية احنا تيم اسمه لايف مارس احنا موجودين فنداسة حلوان احنا تيم تطوعي كل هدفنا أن احنا ننشر سواء العلم ونساعد دايما الطلبة اللي نحنا منهم طبعا الحاجة غريبة عن الناس التيم ما يكملش سنة أصلا التيم بدأ في شهر آخر شهر اثنين ورغم كده بدأ بالمسابقة وبدأ بكورسات شهد شباب أنهم مشاهدوا أن الحاجات دي فادتهم فبدأنا اللي هو التيم التكنيكات سابورت في الأردينو عبدالله أشرف القاوي بدأ اللي هو يطرح علي كفاوندر للتيم هنعمل مسابقة كذا بدأت طبعا أعرضها بما أن مسؤول أسرة من أجل مصر أستاذ ياسر الجبالي هو مدير رعاية الشباب وفي تواصل فأستاذ ياسر احنا عندنا الفكرة دي طيب إزاي نعملها لأن طبعا التيم ما عندهش سبونسر فإزاي تتعامل فطبعا بشكره جدا أنه هو مادية دلعون أن الفكرة أصلا تطلع أن الفكرة تتعامل برعاية الجامعة والأسرة تتعاون مع التيم ما يكملش سنة أنه هو يعمل الفكرة دي بدي الفلوس أو التمويل اللازم بالضبط الجامعة طبعا سعادتنا والأسرة في المجال لأنه طبعا ما كانش حتى طبعا هيدخل لو ما كانش فيه فاند كويس لأن الشباب بتصرف مبالغ ووكس بيس وحاجات من دي فإن إحنا سواء بنعلمهم في التكنيكال وكل الإكسبرينس وكلام ده وبالنظم وإن هما بيفانده لنا وبيساعدونا في الحاجات اللي إحنا محتاج لنا طيب إنتو عملتوا إيه علشان تنظموا سوموا روبوت بدأتوا تنظموا نفسوكو إزاي إنتو تقسموا نفسوكو إنتو كمان كتيم لجان وكل لجنة بتبقى مسؤولة عن ميشن أو مهمة معينة هناخد بقى الموضوع اتباعا بس إنتو نظمتوا أول ما جاتلكوا الأبروف الأوكي هتقدروا أن إنتو تنظموا المسابقة دي عملتوا إيه طيب في البداية خالص فيه ناس مقاعدة طبعا على مراحل وساعدونا سواء كان في التنظيم أسرة مهندس من أجل مصطبع الأسرة المركزية بالأخ الأكبر محمود تامر كان معايا دائما في التنظيم كان دائما فيه ميتينج باستمرار بنتكلم وتناقش فيها استعانتوا بخبرات قبل كده لا هو معايا طبعا وطبعا استعاننا مثلا سواب دكتور محمد علي ماهر أو رائد الأسرة بشوانتنا محتاجين حاطس تيب معينة الكلام ده كله بدأت إن أنا كعبد الرحمن نتفق مع عبدالله كهو تيكنيكال سبورت لو عبدالله إحنا محتاجين خاصة وقت من يومنا ومن مجهودنا إن إحنا هنبتدي إنت كتكنيكال سبورت هنبتدي إن إنت الشباب داخلين بيزيك أردوينو إنت هنبتدي تعانيهم وصلا السوم روبوت وإزاي بيتعامل والآيار سنسور وكل الكلام ده كله بعد جميع نبتقل للجزء النون تكنيكال طبعا ساعدونا فيه الشباب سواء الأورجنيزر اللي موجودين معنا في الكمبيتة تحت الأورجنيزر أو سواء شباب جوم في الـHR أو الفوتوغرافر اللي غطلنا اليوم بالكلام ده كله بدأنا إحنا نعمل توازمة بين الاتنين وطبعا بمساعدة طبعا الدكاترة والمسؤولين اللي كانوا خضرين معنا طيب كنت أقدم لكوا قد إيه في الأول لما أنتم فتحتوا باب المسابقة فأقدم لكوا كام ممكن قلتيم ولا كام طالب لو اتكلمنا في تيمات هو كان متقدم فوق طبعا العشرين تيم ولكن طبعا لزروف إن فيه شاب كان لسه في المتر مو كان فيه شاب كده فأحنا طبعا كنا 16 تيم بعدد فوق الـ90 طالب من أكثر من خمس أو ست محافظات مصرية على مستوى جماعات ومعاهد مصرية سواء كان يابا كانش التنظيم على مستوى جماعات حلوان بس لا كان على مستوى جماعات ومعاهد مصرية المركز الخامس من معهد الأول والتاني هندسة حلوان الثالث والرابعة كانوا تكنولوجيا وتعليم صناعي حلوان ده غير طبعا إن كان فيه شباب وممكن يفاجئ الجمهور إن كان فيه شباب أصلا فكرة إن الحوار يساعدنا كمنظمين إن إحنا ساعدنا الشاب دي أن يتطلع الكثير الحاجة اللي عندها أن يتشارك في حاجة زي كده يعني دي نقطة مهمة إنه الطلبة ما كان مش بس من كليات هندسة يعني أنتوا فتحتوا الكمبيتشن أو المسابقة قدام أو المنافسة يعني قدام ناس كتير قوي من كليات مختلفة المهم الإبتكار بزبط جدا وده ده أصلا التيم كمن بداية فكرته إنما أسسته إن التيم للجميع إحنا مش هنكتصر اللي هو الحاجات الهندسية أو الحاجات الهندسة للجماعات أو كليات العلمية لأي حد حاب إن هو يتعلم أو يدخل المجال ده حتى على الأل ناخد بإيده إن نحطه على أول الطريق ونعرفه كل حاجة علشان هو على الأل يقادر بعد كأن ينزل الانترنشاب وحتى بلبطة إن إحنا ندور على شركات إنها تاخد الشاب أصلا الانترنشاب فالفكرة لا الحاجة ما كانتش مكتصرة خالص الحوار كان على مستوى جماعات مصر كان فيه تمام من سيد الرئيس السيد رئيس الجامعة سيد دكتور سيد أنديل وطبعا نائب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعل جي طبعا وكان دعم معناول الشاب إنه وجه وكرمهم وسلمون الجواز بذات نفسه فلا الحوار كان يعني الشباب حسوا بأن الحوار قدينه ممتع وقدينه فيه لا فيه حاجات ممكن تطلع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للجان التحكيم يعني نحن عارفين أنه أي مسابقة بيكون فيه علشان يقدروا أنه هم يقولوا مثلا الفايزين فيه لجان التحكيم طيب هنا لجان التحكيم أنتوا شكلتوها إزاي بما أنه الطلاب المشاركين ما كانوش من كليات هندسة هل أنتوا رأيتوا كمان أنه لجان التحكيم يكون فيه يعني فرايتي في تشكيلها ولا كلهم كانوا أكاديميين ومهندسين طيب هو التيم أصلا تيم أكتبت التوني فكان في الأساس أنه كان فيه أصلا زي موضع حضرتك العبدالله المسؤولة عندي في التكنيكل زي ما فيه من ناس مسؤولين عندي في التكنيكل في أماكن تانية فكل واحد بيتخصص في مجاله كل واحد بيبتدي أنه يمسك المجال بتاعه لكن طبعا كان فيه طبعا دعم من الدكاترة زي موضع حضرتك دكتور محمد علي ماهر دكتور محمد وحي أو دكتور هان المصري أو بشمونس مصطفى الشعراوي إنهما كانوا متواجدين وحضرين وكانوا متناقشوا مع الشباب فالشباب حسوا قد إيه أن الموضوع فعلا مهم فبدأنا إنهنا خلاص إن التكنيكل العندي إنهما يبدأوا يدرس شباب سلشانات معينة كده إنهما أهلوهم يبتدي نحط شروط معينة المسابقة إيه هي شروط؟ لكتور ما شكلتهاش بمعنى لجنة التحكيم إنهي تبقى مثلا فيه أكتر من لجنة وبتخصصات مختلفة فإنتوا اعتمدتوا على خبرات أورادي إنتوا تعاونتوا معيها من الجماعة هي كانت تم زي تقييم للمشاريع بالضبط إحنا كنا حطين من البداية كتيم إن إحنا حطين فيه معايير معينة للفوز إن إنت محتاج كذا وإنت ربط بتاعك ما يدخلش بحاجة معينة إنتوا حددتوها كطلبة بضبط لإحنا سواء التكنيكل زي ما أقولت حضرتك كل تكنيكل عندي متخصص بحاجة معينة فالتكنيكل اللي عندي هو متخصص في المجال ده وإكيد دخل فيه بدل مرة وفيه منهم دلات اللي في آخر سنة فالشباب هم فعلا قدرين إن إحنا نعمل كده علشان ده هدف التيم لما اللي مش يعني ما نجمعش أي حد عنده موهبة معينة بدلا ما شخص التاني يقعد يدور طب أنا هدخل الكورس ده بفلوس معينة ده منين أو هعمل ده منين لأ إحنا نبتدي إن إحنا عندنا نعمة علم معين نبتدي إن ننشره ونساعد بيه غيرنا طيب إن ده مؤطة المهمة كمان قلتها إن إنتوا كطلاب بتحاولوا نتدوروا على فرص للإنترنشيب والتدريب بلي طيب تحققوا إزاي طيب أنا في البداية طبعا بدأت إن أنا سيرش كعبد الرحمن على جروبس مثلا على الأقل مثلا استراتي أو أي حاجة في المجال معين بالضبط حتى كان في أحد شركاتك أنت وصل معاها طب أنا محتاج آي أو تي طب أنا محتاج أي آي بدأنا إن إحنا نتكلم مع الناس وتعامل معهم كذا كذا ميتين وقولهم أنا عندي شباب كوادر في كذا وكذا عندهم هل ممكن يبقى فيه فرشة تدريب يعني أنت لكنت بتسعى وبتعرف بالضبط لأنه زي ما أنت حضرتك أنا عندي سواء في الرافك سواء أحمد زدان أو جاسمين مثلا شباب أدريم وشغالين في المجال بتاحهم سواء لدي أشرف في المجال بتاعهم سواء فيه شباب تاني أصلا عندهم ستارتوب بتاحهم أصلا جديد فإنت هنا كنت بتدور فين البوتانشيل وزي ممكن تستثمره طيب فيها يعني لو ممكن تقول لنا يعني المواضيع أو المشاريع اللي تقدمت وتم رفضها وكانت بناء على إيه؟ طيب إحنا طبعا نحاولنا أن إحنا الفكرة أنه هو كل مسابقة بتختلف على التانية فيه مسابقة تواب بلتوس موديل فيه مسابقة تانية اللي أنت بتحكمش بالروبوت زي ما إحنا حاطين الروبوت في دهر بعض خمس سنين يمكن أنه يلفه ويفايت مع الوسط فإحنا في البداية حاطنا المعايير علشان محدش يتم رفضه اللي هو يا شباب مثلا 2.5 كيلو ده مرفوض طبعا إحنا فيه عدد كيلو جرامز معينة ألف وحاجة أنتو حطيت لهو المواصفات المعينة أي تيم ما شفتوش أنه بيلتزم بهذه المواصفات من دلاف فالس هم بدأوا يزبطوا نفسهم الشباب كلها حتى في شباب تواصلوا بعد المسابقة يا شباب إحنا عرفنا كنا كنا عندنا كذا بس إحنا عرفنا بسبب الكونديشنز بساعة المسابقة حتى من أهم شرطين إن إحنا أصلاً ما نستخدمش أي سلاح تدمير للروبوت لأن هدف المسابقة إن إحنا ما ندمرش شبابتك جين إكسبرينس شبابتك تعلم في التيمورك الشباب أصلاً إن هي كمان حتى يبقى فيه فن على الأقل يعني معنوي شوية لأن مثلاً أقل الروبوت مثلاً هيدخل في ألفين أو أكتر أو حاجة من كده فلأ ما ينفعش إن إحنا ندمر الروبوت الخصم اللي وصدنا وروح تنافسية جميلة لو إحنا تكلمنا على المستقبل يعني أكيد إن إنتو هتسعوا إن إنتو تكملوا ده إن إنتو تتنظموا مسابقة أكتر والسكيل حتى ونطاقة اللي إنتو بتنظموا يكون أكبر فإنتو بعد التجربة النجحة دي يعني إيه البلانز أو الخطط للمستقبل طيب في كذا بلان من نها بلان إن إحنا نبتدي إحنا كتيم دايفون مارس عندنا ما شوال الله شباب سواء حتى اللي خلصوا دخل معنا تكنيكا الساببورت وكان حاب اللي هو زمن ساعدتون إحنا لازم نساعد غيرنا ودي الفكرة اللي أنا كنت عبدالرحاني كنت عايزة وصلها من زمان قوي فالشباب بدأوا يتعاونوا معنا طب بعد كده إحنا ممكن ندخل كسوم روبوت عالمية نمثل هندسة حلوان أو كمصر في حاجة عالمية وده يبقى فخر لنا الحاجة الثانية إن إحنا نبتدي نخش سواء مجال الروبوكار اللي هو الأوتوموتيف إن إحنا نصنع عربية من البداية وفي داكاتر بدأوا إنهم يدعمونا ويقولون إن إحنا نساعدكم بشرح ساشنات معينة لكم إن إحنا نخش حاجة زي كده الحاجة الثالثة إن إحنا نروح نعمل المسابقات دي ليه ما ننشرهاش في كذا جامعة مصرية ليه ما نروحش كتيم لايف المورت نقديم لهم جامعة مصرية نقدم لهم التكنيكال سابورت نقدم لهم الورجنايزر نقدم لهم كل حاجة وهم مثلا عليهم مثلا لو إحنا ما عندناش الفاند يبتدوا يقدم لنا فاند لإن أي حد عارف التيم هو عارف إنه بدأ من سنة فهو ما عندناش أي سبونسر أصلا ليه خاص به يعني إحنا مبسوطين جدا إن إحنا نستضفنا حاضرتك النهاردة وكلمتنا على ما يحدث يعني في الكواليس في تنظيم المسابقات خاصة المسابقات الطلابية يعني إنتو تيم مكوان من طلباء أخدتوا المسئولية ونجحتوا فيها فإحنا بنشكرك شكرا جزيلا مهندس عبد الرحمن وإحنا بنتمنى إن شاء الله في المستقبل تنظموا مسابقات على نطاق أكبر ممكن إن شاء الله كمان تكون منا يعني مسابقات الدولية بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا